رغم مرضها الذي أعجز قدرتها الجسدية إلا أنها لم تترك هوايتها في الرسم عيدة مراد فتاة أردنية أصيبت بمرض العضال الذي جعلها عاجزة عن أن تمسك فرشات الرسم ولكن وجدت بديلا عن ذلك فاستخدمت كفا يديها وأصابعها كفرشات تلون بها لوحاتها أصيبت عيدة بهذا المرض قبل نحو ثمانية أعوام حيث استيقظت عيدة من النوم لتجد نفسها عاجزة عن النهوض من السرير ومع بداية مرض عيدة إلا أنها قررت أن تخوض حربا معه وبفضل مزيج من الطب التقليدي والتأمل وعلاجات الزيوت النباتية تعافى معظم جسدها لكن الأطباء أخبروها أن يديها أصيبت بأضرار دائمة دائمة من الناس أن أول واحدة بالصف وأشتغل أربعين ساعة بالأسبوع ودائمة أطلع مع صحباتي بعدين بيوم وليلة فقت ومش أدري أحرك إيدي أستعملهم وبعدين بطاط أقدر أحرك كل جسمي يعني تخيلي من يوم أنه كتير نشيطة بالحياة ليوم تاني أنه مش أدري أعمل إشي فصار لي شوك ورحت حد كاترة ما حتفاهم إيش صار وبعد أشهر شخصوني الدكاترة أنه عندي روماتيزم الرسم خلّ أعطاني مجال أنه أفيش قلبي وأحكي أنه بالرسمي ببلش بإشي مثلا ألوان شوي غامقة بعدين دائمًا بنهي مع ألوان فاتحة عشان إلي بفكر أوكي ببلشت بإشي صعب رح أنهي بإشي حلو وخفيف ولطيفة رسمت عيدة طريقًا لها من التحديات والانتصارات على عجزها فهي مثالٌ يقتضى به في العزيمة والإرادة ترجمة نانسي قنقر